العالم شهد أربع موجات كبرى لانتشار وباء كورونا لكن المغرب طالته موجتين من أصل هذه الموجات الأربعة نجحت المملكة إذن في التصدي لموجتين بفضل الحجر الصحي وبفضل التدابير الاحترازية المتخذة الجميع في المغرب تحدد دائما على وجود غير موجتين في الحقيقة العالم عارفة أربع موجات توصية دي اللجنة العلمية لم تكن تصوية توصية علمية فقط بل جاءت مراها قرارات لمكنة المغرب هناك نشوفه بالضبط بأن المغرب لم يعرف هذا الموجة هذه اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد-19 أكدت أن الشخص الملقح يحتمل أن لا يصاب أو ينقل العدوى بست مرات أما احتمال عدم وفاته بسبب الفيروس فإنه يبلغ 11 مرة شخص الملقح عنده 6.1% بأنه استد المرات أكثر بأنه يتصاب ويعادي وبالجانب الآخر بأنه عنده 11 مرة حدود سيئة أنه توفى المغرب الذي يقترب من تلقيح 64% من ساكنته يسعى أساسا من وراء التلقيح إلى تقليل الوفيات فبفضل التلقيح تنقص حالات الوفاة وتنقص أيضا الحالات الحرجة والخطيرة الهدف الأول الذي يقلب عليه جميع المنظومات الصحية في العالم هو أن يسميه الوبجيكتيف برانسيبا هو أن يكون لدينا الوفيات وكي لا يكون لدينا الوفيات يجب أن يكون لدينا الحالات الحارجة لا يجب أن يكون لدينا الحالات الخطيرة إذن أي بلاد اللي لقحات بواحد نسبة عالية تنقص النسبة للوفيات بحسب الأرقام التي كشفت عنها اللجنة العلمية نجح المغرب حينما بلغت نسبة التلقيح 30% في تفادي تسجيل 3000 حالة وفاة إذن لمشينا نشوف 83% الحالات للوفيات التي كانت في هذه الموجة كانوا إما ما تلقحوش إما ماكملوش تلقي حديالهم يلا أخداه جرعة واحدة إما تلقحو مدة كتر من خمس شهور ما بين الوفاة والجرعة الثانية دي اللي قح 83% الجرعة الثانية إذن توفر حماية جيدة لمدة خمسة أشهر بعدها تصبح المناعة ضعيفة وهنا تبرز الحاجة للجرعة الثالثة لتدعيم المناعة وبخصوص الوفيات التي يتم تسجيلها عند الأشخاص الملقحين تقول اللجنة العلمية للتلقيح إن كثيرا من الوفيات تلصق فقط باللقاح فالمغرب أساسا يشهد يوميا عشرات الوفيات الطبيعية مثلا نخدو الوفيات عندنا مثلا في المغرب خمسمائة وفات يوميا خمسمائة وفات في المغرب يوميا إلى لقحنا كلها الساكينة المغربية وكانت عندنا خمسمائة وفات في المهر وشهديك الخمسمائة وفات غاللصقوا هاللقاح ممكنك نجللصقوا هاللقاح أما فيما يتعلق بالتبلغات عما يسميه الناس بالآثار الجانبية فقد تم التوصل بخمسة وثلاثين ألف تبليغ لكن هذا المعدل يعد ضعيفا مقارنة بثمانية واربعين مليون شرعة